بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة هذا صائق كالرجل محسن وحفظ على صلاته خرج بالتاكس ذات مرة وبعدين وجد رجل عجوز الحقيقة يعني شكله كده مسكين فأوقفه فقال هذا الرجل العجوز للتاكس أنا ليس معي مال وأسكن فوق الجبل هل توصلني إلى هذا المكان بلا مقابل فقال له أوصلك إن شاء الله المهم جلس وصلوا إلى هذا المكان وبعدين توقف هذا الصائق لبعض اللحظات ليرى ما هي حكاية هذا الرجل فوجد أطفال صغار يقبلون عليه ويقولون هل أتيت بالخبز نحن مجوعة نريد الخبز فقال لهم إنني لم أستطيع أن أحصل لكم على الخبز الحقيقة الرجل الصائق تأثر كتير جدا وكاد أن يبكي بسرعة نزل ثاني مرضه مشوار ثاني هم مجانا بلا مقابل واشترى لهم خبز وأعطاهم الخبز فوجدهم يلتهمون الخبز كما لو كان شيء عظيم جدا كما لو كان لهم أيام لم يأكلوا فبكى الصائق الحقيقة وخد قرار إنه ينزل بقى مش جبلهم خبز بقى مشوار ثاني بقى جبلهم ما شاء الله ما لزه وطاب أتى من اللحوم وأتى من الفواكه والجبن ما شاء الله يعني حمل حقائق قسيرة جدا اليوم كاد ينتهي وهو لم يفعل شيء يعني مفترض أنه خرج لرزق أولاده أو ليكتسب يبقى هو يعني إيه أخذ ثلاث مشوير بلا مقابل واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى وقال اللهم ارزقني يا ربنا وأنت خير الرزقين فوجئ الحقيقة الصائق شيء جميل جدا إن راجل أجنابي كده بيستوقفه وبقول له أنا أريدك أن توصلني إلى المطار فوصله إلى المطار فداله أجرب الدولار حاجة كتير جدا حتى هو تعجب سبحان الله قال لي يا سبحانك يا رب ربنا عز وجل يقول في كتاب العزيز وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزقين وبعدين بعد ما وصل حمل ربنا سبحانه وتعالى وجاي يرجع بقى لقى واحد تاني برضو أجنابي بيستوقفه وبقول له أنا عايزك توصلني إلى وسط القاهرة والداله مبلغ كبير برضو بالدولارة فارحة وساعد الحقيقة يعني الإنسان يعلم شيء أهم جدا الإنسان لما ينفق في سبيل الله ربنا عز وجل لن ينقس ماله أبدا بل يزيد ربنا عز وجل يقول وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزقين يعني كلما يخلف شيء ربنا هيخلفه يعني هيجيب لك إن شاء الله لن ينقس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقس ماله من صدق أبدا لن ينقس مالك بالإنفق في سبيل الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل ملكين تحت العرش كل يوم في ملكين الصبح يقوله إيه يقول الأول اللهم أعطي موفقا خلفا والتاني يقول إيه اللهم أعطي ممسكا تلفا يعني اللي ماسك ما بنفقش لا ينفق أموال يتلف في ماله أما الذي ينفق ربنا عز وجل يعطيه ويبارك له في ماله والحقيقة اللي ننفق في سبيل الله من أعظم القربات من الله سبحانه وتعالى يقول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان اللي بينفق في سبيل الله ده دليل على إنه صادق والبخيل ومن يبخل فإنما يبخلوا عن نفسه والبخيل ده دليل على عدم صدقه مع الله سبحانه وتعالى ولذلك شوف آية مهمة جدا نزلها في صورة المنافقون آية في غاية الهمية ربنا بقول إباءة ويذكر المنافقين وأنفقوا مما رضخناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين سبحان الله ليه بيقول فأصدق لما يأتي ملك الموت لما يقول الموت تب ليه ما ألش أحج أو ليه ما ألش صليت أو صمت لأن الصدقة من أعظم الصدقة هي من أعظم الطاعات والقربات عند الله سبحانه وتعالى وربنا عز وجل يضاعف مساء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنفقت سبع سنابل في كل سنبلة تحبة والله يضاعف لمن يشاء